الحمد لله رب العالمين نحمد ونستغفر ونتوب إليه ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل حديثة عن أبي بكر رضي الله عن إكرامه لأبيه وحسن تربيته لأولاده عاش أبو بكر رضي الله عن طول حياته برا بأبيه مكرما له قبل إسلامه وبعد إسلامه من مظاهر تلك أن أباه كان جالسا ذات يوم أمام داره وكان قد كف بصره فأقبل أبو بكر وراكب على ناقته نحو تلك الدار التي يجلس أمام أبوه فقال بعد الناس الأبي يا أبا قحافة هذا ابنك أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا فنهض الأب اللي تلقى ابنه الذي صار خليفة للمسلمين فما كان من أبي بكر عندما رأى أباه يهم بالنهود إلا أن أسرع بالنزول من فوق ناقته وهرول نحو أبيه وجعل يقول يا أبتي بالله لا تقم من مكانك ثم دنى منه وضمه إليه وقبله بين عينين وأكذا يكون تكريم الآباء للأبناء وأكذا يكون وفاء الأبناء للأباء أما وفاءه لأمي فقد كان مضرب الأمثال فهو الذي أخذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى من بعسته صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذي أمي أدعو الله أن يهديها إلى الدخول في الإسلام فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وكانت من السابقات إلى الإسلام فقد كان إسلامها في الوقت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتمع بمن آمن به في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هذا بالنسبة لوفائه رضي الله عن الوالدي أما أولاد فقد أحسن تربيته ولم يشغله عن ذلك خدمته للدعوة الإسلامية ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما على ابنة عائشة رضي الله عنها وهي في سن السبع وقد لبست ثوبا جديدا فيه حلية فرآها معجبة به مزهوة بجماله تختال في مشيتها ويتنظف أطرافه فقال لها وكأنه يعاتبها إلى أي شيء تنظرين يا عائشة ألا تعلمين أن الله تعالى لا ينظر إليك الآن فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت له لماذا يا أبتاه لا ينظر الله إلي الآن فقال لها إن الله تعالى لا ينظر إلى من كان في قلبه مثقال ذرة من كب وأن الله تعالى لا يحب للمتخفاخرين فما كان من عائشة رضي الله عنها إلا أن ندمت على ما فعلت ورادت أن تمح من ذهنها ومن ذهن أبيها الصديق رضي الله عنه ذكرى هذا الموقف فتصدقت بهذا الثوب الجديد الجميل ثم أخبرت أباها بعد ذلك ما فعلته فقال رضي الله عنه يا عائشة عسى ذلك أن يكفر عنك وهذه التربية السليمة من أبي بكر لأولاده كان لها أثر طيب في حياتهم وفي خدمتهم لدينهم وفي سلوكهم الحميد ويكفي ما ذكرنا أن التاريخ عن جهاد وفضل ابنته أسماء التي لقبت بذات النطاقين لأنها كانت تحمل الطعام خفية إلى أبيها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار وعندما عزم على الاستئناف رحلتهم إلى المدينة لم يجد ما يربطان به الطعام فنزت أسماء نطاقه وهو الحزام التي تربط به على ثيابها ثم شقته نصفين وربطت به الطعام فسمها صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين أقول قولي هذا واستغفر الله لوليكم إلى لقاء آخر مع أبو بكر صديق رضي الله عنه